يا أهلا بكم في الأجندة ما الذي يتبقى لأي شعب إذا خسر جمهوريته ووحدته وعمله في الديمقراطية والحكم الرشيد وأي خسارة أكبر من هذه الخسارة هل أصبح اليمنيون شعبا منكوبا بجوار الشعب الفلسطيني هل حقك أهل سعود وأهل زايد أملهم في القضاء على الجمهورية اليمنية والوحدة اليمنية وأمل الديمقراطية اليمنية هذه الأسئلة وغيرها تنهال على أذهان اليمنيين وأرواحهم كالصياط في عصر الخراب لليمن الكبير الذي يشهدونه بأم أعينهم لكن هل هذه هي الأسئلة المهمة التي ينبغي أن نطرحها اليوم على أنفسنا في هذه اللحظة أم أن هناك ما هو أهم منها؟ بالتأكيد هناك أسئلة أهم مثل سؤال الحل ما الحل؟ كيف نخرج من هذا المضيق؟ كما سماه أحدهم ومنها أيضا أسئلة الدرس المستفاد للأجيال القادمة وهذه الأخيرة أو هذا السؤال الأخير سيكون موضوع حلقة هذا المساء كونوا معنا من الصعب أن نتحدث أو أن تتحدث بمنطق العقل مع شخص يحترق أو مع شخص فقد عزيزا عليه منطق العقل منطق بارد والمنطق البارد مثل الماء البارد إذا سكبته على زجاج حار ممكن ينكسر لكن الحقيقة التي عرفتها أنا شخصيا من خلال مطالعاتي في شخصيات الشعوب والأمم وتاريخها هي أن الشعوب القوية هي الشعوب ذات الطبيعة الباردة يعني الشعوب التي تتعامل مع الأحداث بمنطق العقل البارد لا بمنطق العاطفة الجياشة الحارة لأن هذا النوع من الأمم والشعوب يستطيع تحمل المصائب والمصاعب التي تواجهه بثبات أكبر وأهم من ذلك أنه هذا النوع من الشعوب يحول المصائب إلى دروس وأمصال ضد الأمراض التي أضعفته وسببت مصائبه أما الشعوب ذات الطابع الرومانسي العاطفي فهي أكثر عرضة للانهيار أمام مصائب الزمان وأمام أحداثه الجسيمة ومن الواضح أن الأمم العربية تغلبها العاطفة في التفكير يعني العقل العربي عقل عاطفي إلى حد كبير على النقيض من العقل الإنجليزي مثلا والعقل الأوروبي عامة وهذه ملاحظة قديمة بالمناسبة ليست جديدة تنبه لها العرب القدامى في القرون الإسلامية الأولى يعني ما زلت أتذكر ملاحظة ذكية سجلها المؤرخون يصف فيها الشخصية الرومية الروم أجداد الأوروبيين وصف فيها الشخصية الأوروبية أو في خمس ملاحظات الملاحظة الأولى قال إنهم الروم يعني إنهم أحلموا الناس عند فتنة أحلموا الناس في الفتن ربما يقصد أنهم لا يسمحون لمواكفهم العاطفية أن تضغى على حساب المصالح العامة ولهذا يصبرون على الفتن كثيرا بمعنى مش ممكن يضيعوا وطنهم علشان ينتكموا من الإخوان المسلمين مثلا هذه ملاحظة أولى ملاحظة الثانية قال إنهم يعني الرومان أسرعوا الناس إفاكة عند مصيبة يفيقوا من المصيبة بسرعة يعني إذا وقعت عليهم مصيبة لا يستسلمون لليأس والقنوط ويقولون خلاص انتهى كل شيء بل ينهضون بسرعة لمواصلة الطريق وهذا ما نحتاجه الآن كيمنيين هذه الصفة لاحظها العالم في أربعينيات الكرن الماضي لاحظها على الألمان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد نهاية الحرب كانت المدن الألمانية كانت سويت بالأرض ضربت بالطائرات بالقنابل سويت بالأرض فعلا كان من النادر تحص البيت تقائم على ساكة كلها خرب بعد عشر سنوات من دمار هذه المدن فقط كانت الصناعات الألمانية تغز السوق وتنافس وتتقدم ولهم قصص ملحمية في هذا السياق يقول عمر بن العاص في ملاحظة ثالثة على الشخصية الرومية قال إنهم وأوشكهم كرة بعد فرة يعني أقدروا الناس على استعادة المبادرة القتالية بعد خسارة المعركة ما يسقطوش فترة طويلة ينكسروا لكن بعدها بسرعة يقوموا على أقدامهم الخسارة لا تكسر إرادته لا تكسر إرادته الملاحظة الرابعة هي أنهم كما يقول عمر بن العاص كانوا خير الناس لمسكين وضعيف وهذه ملاحظة غريبة غريبة لما ترد على لسان خصم مثل عمر بن العاص هذا خصم للرومان الصورة الذينية لعندنا للرومان عند خصومهم هي أنهم قسات القلوب لا يرحمون كبيرا ولا صغيرة كما كنا نشاهدهم في مباريات المباريات المتوحشة اللي كان يسووها بين العبيد وبين الأسود مثلا يحطوا العبد في قفص واحد مع الأسد ويخلهم يتصارعوا هذا أعطانا انطباع بأنهم فعلا قسات القلوب لكن يبدو أنه كان في صورة أخرى مختلفة عن هذه هذه الحقيقة مرتبطة بالملاحظة بالملاحظة الخامسة لعمر بن العاص لعمر بن العاص هذه الملاحظة هي ملاحظة صحيحة يعرفها الذين درسوا تاريخ الرومان لاحظ العبكري عمر بن العاص أن الرومان أمنع الناس من ظلم الملوك أمنع الناس من ظلم الملوك بمعنى أنهم أمة لا تكبل ظلم الملوك ما يستسلموش لظلم الملوك أبدا واضح أول أمة حسمت أمر الاستبداد هي الأمة الأوروبية وأقاموا الديمقراطية وحلوا مشكلتهم مع الملوك من وقت بدري واضحة هذا الصفة يدل على أنه فعلا عمر بن العاص كانت ملاحظة الذكية ودكيكة الأمة التي ترفض ظلم الملوك سترفض ظلم المساكين وبعفاء من بني قومها على الأكل هذا أمر منطقي يؤكد الملاحظة الخامسة تؤكد صحة الملاحظة الرابعة هذه ملاحظات قديمة على الرومان أجداد الأوروبيين أو بعض أجداد الأوروبيين يمكننا أن نلحظها اليوم في عامة الأوروبيين الخلاصة الخلاصة هي أن العقل العاطفي للشعود قد يلحك بها الضرر لأنه يجعلها فريسة سهلة للأعداء ويحرمها من تحويل المصائب إلى دروس وعكاكير تمنع حدوث هذه المصائب مرة أخرى اللي ما يستفيد من الدرس يكرر الخطأ العقل العاطفي ينشغل باللطم على ما فات والشكوى من المؤامرة الكذرة والبحث عن أسباب وهمية للسقوط الأمة حتى لا يعترف بالأسباب الحقيقية هكذا العقل العاطفي لأن الأسباب الحقيقية ستدينه ستدين أصحاب هذا العقل الشعوب ذات العقل العاطفي تبحث دائماً عن شماعة لإخطائها دائماً هكذا الشعوب ذات العقل أو ذات العقل العاطفي تبحث عن شماعة تتعلق عليها أخطائها يعني تحمل الربيع العربي مثلاً مسؤوليات ما فعلته الثورة المضادة قلواً أنتوا سبب المشكلة هذه ثورتكم هي سبب المشكلة وتحمل حزب بعين مسؤولية ما جنته أيدي الجميع الحزب الفلاني هو المسؤول مع أنه اللي حصل هو جناية الجميع كلهم حسب موقعه ومسؤوليته لكن العقل العاطفي يرفض الاعتراف بذلك يرفض الاعتراف بالخطأ بدافع الأنف الكاذبة والعربي مشهور من أول الده بأنه صاحب أنفة تصل أحياناً إلى حد المكابرة على الخطأ يعني هم عارفين أنه زعيمهم هو اللي سبب المأساة هذه كلها فترة حكم ثلاثة عقود من الفشل هي سبب المأساة لكن الأنفة العربية الكذابة ما تسمح لش يعترب كان فقهاء الجواري والإماء في الحصر العباسي كانوا يقارنون بين الجواري من الجنسيات المختلفة وبين أولادهن يعني كان فيه فقهاء في الجواري والإماء لفت انتباهي أحدهم وهو يقارن بين أولاد الجواري الهنديات وهو كان عندنا جواري من كل مكان فبكارن بين أولاد الجواري الهنديات والجواري السقلبيات والروميات والحبشيات والعربيات فلما سئل عن العربية كانوا يسألوا عن كل جنسية وكلهم خصائصها وصفاتها لما سئل عن ولد الجارية العربية قال أنف حسود هكذا وصفه ابن الجارية العربية أنف حسود وبالفعل الأنف الصفة بارزة عند العرب الأصيل لأنه لا يقبل الذل والمهانة لكنه أيضا يتمتع بصفة سلبية هي الحسد والظاهر أنه لم يتبكى للعرب من الصفات الكديمة سوى صفة الحسد خصوصا عرب الوسط عرب الخليج الذين لم تفلح أموال الدنيا في تهذيب سيكولوجيتهم يعني لو سألني أحدهم اليوم عن ما ينتجه العرب أبرز ما ينتجه العرب سأقول له النفط والتخلف والحسد سياسة السعودية مع شقيقتها في العهر السياسي الإمارات تجاه اليمن خاصة وشعوب المنطقة بشكل عام تجسد عمليا سيكولوجية الحسود الحسد الذي يفتك بقلوبهم أنهم يتقطعون حسرة على ما وهبه الله لليمن من نعم في الطبيعة والجو والرزق والموقع الجغرافي قلوبهم ممتلئة حسداً وكبراً على اليمن واليمنيين لا يفوتون مناسبة دون أن يشيروا إلى تخلف اليمني وضعفه وحاجته إليه مجرد بتدخل معهم في حوار بسيط يذكرك بأنك متخلف وأنك يمني وأنك حققات وأنك حق شمة وأنك ونحن ضعاف بالفعل ومتخلفون بالفعل وسنظل كذلك إذا لم نفق العقل العاطفي لا يحب الاعتراف بهذه الحكائق ولهذا يجب أن نستبعد من حياتنا يجب أن نعترف في جوانب كصورنا وضعفنا ومسؤوليتنا عن حالة الانكسار والهزيمة المدوية التي وصلنا إليها ما زالت الفرصة مواتية لكلب الطاولة على تحالف الشر وأدواته المحلية نتخلص بس من الطاكم هذا الهزيل الذي بيقودنا الشعوب التي أو الشعوب لا تنهزم إلا إذا أرادت أن تنهزم إذا استسلمت من داخلها أما الشعوب التي لا تستسلم لا يستسلم عقلها ولا يستسلم كلبها فلا خوف عليها آل سعود وآل زايد وآل فرعون حكموا على اليمن بالإعدام كيدوها بالحوثي ربطوها بالحوثي أصبحت عاجزة عن الحراك ثم ساكوها إلى المسلخ بهدو ويقطعون أوصالها قطعة قطعة آل سعود وآل زايد سحكوا نضالات اليمنيين في ستين سنة سحكوا في خمس سنوات أسقطوا الجمهورية أسقطوا الوحدة أسقطوا أملنا في الديمقراطية وأسقطوا الدولة من قبل وهم الآن في الترتيبات في طور الترتيبات الأخيرة ليشربوا نخب انتصارهم ولا أحد سينتصر لنا سوى أنفسنا إذا لم نفك الآن لأن التاريخ سيلعنه سيلعن هذا النخبة الفاسدة كلها النخبة السياسية والنخبة الثقافية النخبة الاجتماعية الفاسدة هذه كلها سيلعنها التاريخ بعد هذه الهزيمة التاريخية التي ألحقناها بأنفسنا لا يوجد ما يقال سوى أن نخاطب الأجيال القادمة بالدروس التي تعلمناها من الهزيمة تركنا للأجيال اليمنية هزيمة فريدة ليس لها مثيل بدل من نترك لهم مصالح ومجموعة خبرات ووطن جميل تركنا لهم مجموعة هزائم على الأقل نكون مفيدين ولو مرة واحدة ونترك لهم بجوار هذه الهزائم بعض الدروس التي تعلمناها من الهزيمة إذا كانت الأجيال القادمة يعني ترغب في الخلاص من أمراض الأجيال الموجودة طيب ما هي أبرز الدروس التي يمكن أن نعلمها أو نعطيها للأجيال يا ترى المسألة الكابلة للإجتهاد كل شخص يدلي فيها بدلوة لديه رأي أنا بدوري سأدلي بدلوي وأتحدث عن خمسة دروس على الأقل الدرس الأول يقول المرض الخطير ابن الإهمال الكبير المرض الخطير ابن الإهمال الكبير يعني ما تجيش تقول لي أنا أصبت بالسرطان من حبة دخان السرطان مرض معقد له أسباب عميقة وطويلة الأجل وما يجيش من حبة دخان ولا من باك الدخان الطبيب اللي يقول لك أو يخبرك بأنه حبة دخان واحدة سببت لك السرطان هو على الأرجح حلاك الصحة مش طبيب حلاك الصحة الزمان كان يسوي كل شيء كان يحلق لك وينزع لك الأظافر ويكلع لك يمكن الدودة الزايدة يسوي حاجات كثيرة يعني أو يدي لك شربة الحج محمود كما يسموها في مصر حلاك الصحة هذا يسوي لك يعالجك من كل الأمراض بشربة واحدة اللي يقول لك أنه ممكن يجي لك أمراض خطيرة مثل هذه اللي احنا فيها بثورة واحدة هذا حلاك صحة الأمراض الخطيرة التي تصيب الدول لا تأتي من حادث واحد فريد الأمراض التي تصيب الدول لها مكدمات وأعراض تظهر قبل فترة طويلة حوادث مثل سقوط الدولة والجمهورية والوحدة لا يمكن أن تأتي بسبب ثورة مثل ثورة فبراير كما يقول حلاك الصحة في التحليل السياسي ما عندنا يعني برضو في التحليل السياسي حلاك صحة هذه الأقانيم اليمنية المقدسة الجمهورية الوحدة الديمقراطية هذه ما سقطت هكذا بسهولة ولا تداعت بسهولة إلا لأن النظام الذي حكم معظم العهد الجمهوري كان كتسوس كل شيء ونخر من الداخل نظام المكبور صالح كان بمثابة السوس الذي نخر كل مقومات اليمن من الداخل نخرها من الداخل تركها أشكال بلا مضامين سوس الجمهورية وتركها شكل جمهوري لكن بمضامين ملكية سوس الوحدة وتركها شكل بمضمون انفصالي سوس الديمقراطية وتركها شكل بمضمون استبدادي سوس الدولة وتركها شكل بمضمون عصابة حاكمة ويقولك أنا تركت لكم ما فائدة أنك تترك لي ضرص وهو مسوس ما سوي به في لحظة من اللحظات لا بد ما نقلعه كل شيء كل شيء وصلته يد علي عبدالله صالح أصبح شكل بلا مضمون التعليم شكل بلا مضمون الصحة شكل بلا مضمون القانون شكل بلا مضمون الأخلاك أخلاك اليمنيين فرغها من مضمونها سوس المكبور كل شيء في اليمن حتى أصبح كل شيء آي للسقوط وبجرد أن هبت رياح التغيير انكشفت هشاشة البناء الذي بناه اكتشفنا أن كل شيء كان مجرد شكل وإذا بالأجيال التي كان من المفترض أنها نشأت في أحضان الجمهورية الكبائل التي نشأت في أحضان الجمهورية خمسين سنة التحكت بالمشروع الإمام المشروع الإمامي الخارج من القبر وهو مشروع ميت وتافه وحكير وليس في أي ميزة لكن الناس كفروا بالنظام الجمهوري حقه علي عبدالله صالح والتحكوا بالطارف شوفوا إلى أي مدى علي عبدالله صالح ونظام كره الناس في الجمهورية لدرجة أنهم يلتحقوا بأبشع مشروع سياسي في التاريخ المشروع الإمامي واكتشفنا أن المكبور كان يفخخ كل شيء في اليمن لكي يبكى على رأس اليمن مثل الصاعق لكي يبكى مثل صاعق القنبلة إذا نزعوه منها تنفجر هكذا صمم البلد كان يهددنا كل شوية بالصومنة إذا رحلت فتتصومن البلد لماذا؟ لأنه يعرف أنه لم يبني دولة حقيقية لم يبني دولة حقيقية دولة حقيقية لا تسقط بسقوط الرئيس سلم لنا وطن آي للسقوط هذا الكلام طبعا لا يناسب أصحاب العقل العاطفي الشعبوي الهارب من المنطق وإنما يناسب الراغبين في معرفة جذور المشكلة بصدق إذا لم يكنوا موجودون الآن ممكن يكونوا موجودين في جيل قادم اليمن قنبلة موجودة وإذا اختل اختل النظام السياسي في اليمن ولن يتم الحوار السياسي البناء لتجنب اليمن الفتنة فهي فتنة ستكون صعبة الدرس الثاني الذي تعلمناه عمليا يعني بعد أن كنا علمناه نظريا يقول لا الكثرة ولا حتى الإخلاص يكفيان لحماية المقدرات الكثرة بدون خطة بدون قيادة بدون رؤية واضحة ليست سواء قثاء هكذا كان حال الصف الجمهوري اليمني الجمهوريون في اليمن هم الأكثرية المطلقة في اليمن ولديهم من المقدرات والوسائل والشجاعة والإرادة ما يمكنهم من حماية ثلاث جمهوريات جنب جمهوريتهم لكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من حماية جمهوريتهم أمام زحف كائنات الكهف الإمامي هذا الكم من الشباب المثقف الواعي الشجاع السخي بدمه سخي بدمه بحياته هذا الكم من الشباب الجمهوري وهذه النخبة الطويلة العريضة من السياسيين والمثقفين لم يستطيعوا جميعا حماية مكتسباتهم ومكتسبات أجدادهم الوطنية على مدى ستين سنة لأنهم بلا قيادة بلا خطة بلا منظومة تجمع قواهم بلا أحزاب حقيقية في البلد تجمع القواة وتوظف الأمور في تحقيق الهدف الواحد وتقدر تعرف العدو من الصديق أقول دائما في اليمن هناك كتلة حرجة كتلة الشعبية حرجة تضمن حماية الدولة من التفتت هذه الكتلة موزعة في شمال الشمال وفي محافظتي تعز وإب كانت هذه الكتلة كفيلة بمنع هذا التدهور الذي وصلنا إليه لكن رايا وسكينة رايا وسكينة سعودية والإمارات أدركت أن هذه الكتلة ستكون عائق كبير أمام أجندتها معهم أجندة رايا وسكينة عندها أجندة في تكسيم اليمن وتقطع أوصاله علشان تنهب شوية الذابة لمعامة مثل ما كانت تسوي رايا وسكينة ماذا كررتها؟ عرفوا أن هذا الكتلة الشعبية الحرجة هي التي تكون عائق أمامهم كبائل شمال الشمال ومحافظة تعز تحديدا فكررتا رايا وسكينة كررتا إطلاق الحوثي لتقييد هذه الكتلة ومنعها من الحركة مثل ما يطلقوا الكلب على إنسان أعزل الحوثي طوق هذه الكتلة وتوقف عنده حدود تسعين وترك لهم الجنوب يرتبوه ويفصلوا براحتهم يركبوا ميليشيات وأحزمة وجماعات وصفتها الأمم المتحدة بأنها جماعات مرتزقة تفرغوا لتكسيم اليمن والسيطرة على جزره وموانئه وهذا ما حدث كان الحوثي هو القيد الذي كبل الكتلة اليمنية الحرجة ومنعها من مواجهة المؤامرة القذرة لولا الحوثي ما كان هذا كله ولولا علي عبدالله الصالح ما كان الحوثي يعني أبو الكبائر وأبو المنكرات كلها نظام صالح وبالمناسبة هذه الحقيقة ألمح إليها أحد المسؤولين حقيقة أنه أطلق الحوثي ليكيد الكتلة الحرجة في اليمن علشان يتفرغوهم لتكسيمه والسيطرة عليه واحتلاله أحد المسؤولين لا أتذكر من هو سعودي ألمح صراحة عندما قال إحنا حذرنا الحوثيين في 2014 من النزول إلى عدن لكنهم نزلوا فأعلن الحرب كان الهدف من دعم الحوثي في البداية هو السيطرة على صنعاء أو السيطرة على الكتلة الحرجة في شمال الشمال وإشغال القوى الجمهورية في الشمال به بحيث تتفرغ هذه الكتلة اليمنية الحرجة تتفرغ للصراع مع الإمامة وهو بيتفرغوا لفصل الجنوب واحتلال المواني والجزر للسيطرة على تزره وموانئه عبر حكومة محلية عميلة وضعيفة تبيع مقدرات بلادها في سبيل الحصول على فتاة المائدة هذا الانتقال الذي في الجنوب سيبيع مقدرات الجنوب لكي يحصل على الفتاة السلطة بعض الأموال الإمارات والسعودية ما فصلوهم ولا قطعوا أوصالهم من أجل خاطر عيونهم لا هم محتاجين سقطرة ومحتاجين ميناء عدن عشان يعطلوه إلى الأبد من أجل بقاء دبي كما فعل علي عبدالله الصالح من قبل ما كان باع لهم الميناء لشركة دبي وهذا يقود مباشرة إلى الدرس الثالث إلى الدرس الثالث الذي تعلمناه من الأزمة وهو أن الشعوب التي لا تضع حداً للهويات الصغيرة داخلها يكون مصيرها الانهيار والفشل وربما الزوال الهويات الصغيرة المذهبية والطائفية والمناطقية والمشاريع الصغيرة تشبه العشب الضار الذي ينمو بجوار الزرع ويمتص نصيب الزرع من الماء في بعض المناطق اليمنية يسموه الوبل المزارع المحترف هو الذي يجتث هذا الوبل أولاً بأول حتى يحافظ على الزرع هذا ما فعله الألمان مع النازية ما فعله الإيطاليون مع الفاشية ما فعلته أمم عديداً مع أفكار مع المشاريع الصغيرة هذا ما فعلته أمم عديداً مع المشاريع الصغيرة في مجتبعاتها مع الأيدولوجيات الوبلية المعيكة لنمو المشروع الوطني الكبير في ألمانيا تم قبل شهور أو قبل سنة فصل 18 جندي ألماني من الجيش لمجرد أنهم متعاطفين مع الأفكار النازية متعاطفين مع هتلا مع أن هتلر ما سواش حاجة جنب علي عبدالله صالح هتلر كان بنى ألمانيا القوية وأراد أن يحكم العالم بألمانيا القوية هذا كل ما سوى ومع ذلك اليوم يعاقب كل من يمدح هتلر ويرفع شعاراته وإحنا عندنا علي عبدالله صالح ما فيش حاكم في التاريخ سوس ونخر ودمر وحطم بلده في كل اتجاه مثل ما سوى علي عبدالله صالح وعد معانا ناس يتذكروا بخير بلوة بلوة يعني بلوة نستحق على ضوء هذا الذي يجري هكذا ينبغي أن تواجه المشاريع العنصرية وينبغي أن تجرم بالقانون وبالتربية الوطنية الأمم المحترمة التي تحترم نفسها يعني تفعل ذلك أما الأمم التي لا تعرف من نكبها وكيف نكبها من الطبيعي أن تستمر في إنتاج النكبات الدرس الرابع الذي يمكن أن نهديه نحن الجيل الفاشل للأجيال القادمة ما يقول التدرج قانون البناء البناء أي بناء لا ينشأ دفع واحدة لا تحص يعني لا ينشأ دفع واحدة وأنا بالتدريج أعني أعني عدم الحرص على تحقيق كامل الأهداف في ضربة واحدة على طريقة العصر السحرية في أفلام الأطفال أقول هذا الكلام لأنه واحد من أسباب فشل ثورة فبراير 2011 أحد أسباب الفشل الجزئي لها هو وجود فئة من اليمنيين كانت تصر على أن تكون الثورة اليمنية بمثابة موس حلاقة تشتث الطبقة السياسية في عهد علي عبدالله صالح بالكامل ولا عهد يشتوى حد لازم نشيل الرئيس والشيخ ورجل الدين حلاقة حلاقة يعني صالون حلاقة مش ثورة ثورة جذرية تقيم دولة دولة البولوريتارية دولة البولوريتارية المعفنة بدلا من الطبقة البولوريتوازية المتعفنة خيالات خيالات اليسار النزك التي أسهمت في ضياع الفرصة اليمنية الكبرى فرصتنا ربما الوحيدة في التغيير أصحاب هذه الخيالات الطباوية أولا صحة الأحقاد لن لم يكن هناك خيال معاهد للناس كانوا يحملون حق عقلا انتقاميا لا عقلا ذوريا والتغيير كان محتاج تفكيك النظام بهدوء مش اشتثافة تغيير كان بحاجة لتقوية المجتمع المدني وتقوية مسارة ديمقراطية في مواجهة الطبقة البرغماتية الحاكمة تغيير كان بحاجة لإدارة الصراع يعني مع هذه الكتلة ومع هذه النخبة الحاكمة بعقل بحيث نطلب الربح ونحافظ على رأس المال مش نهد البلد على اللي يخلفوها لكن التاريخ سيذكر أن أحقاد الطبقة السياسية أحقاد الطبقة السياسية اليمنية في هذه الفترة كانت أكبر بكثير من محبتها للوطن عقل النكائي أكثر منه عقل يفكر في البلد الأجيال الكادمة محتاجة لفهم هذا الدرس جيداً ومن حقها أن تلعن هذا الجيل الفاشل الذي ضيع جمهوريتها ووحدتها وأملها الديمقراطي تأخذهم كذا بالحبة بالفرد وتلعنهم على واحد واحد من حقها سياسيين ومثقفين ونخب أين كانوا هذا الجيل الذي ألقى المكدسات اليمنية كلها للضبع عندما أقول أن التغيير يحتاج إلى عمل متدرج فهذا هذا يعبر عن قناعة الثابتة بأن الثورة ليست الحل الأمثل في تغيير واقع الشعوب إلى الأفضل وإنما هي الحل الأخير إذا أغلقت الطرق والأبواب أمام الحلول الأخرى الأقل كل فتن فالثورة حل الثورة عمل عظيم من زاوية معينة مش من كل الزوايا هي عمل عظيم من زاوية كونها تجسد روح الأمة روح الحرية روح التوكل للمستقبل عدم الرضا بالهوان وهذه روح عظيمة للأمة تجسدها الثورات لكن الثورة في ذاتها كما قلت مرارا هي عمل همجي كد ينتهي نهاية مأساوية لكن من يتحمل المسؤولية؟ النظام الذي أغلق الأبواب أمام الناس والمعارضة الفاشلة التي اختلفت مع نفسها اختلفت مع نفسها اختلفت على الغنيمة ذهبوا يتقاتلون على الغنيمة بدل ما يرتبوا الصفوف ويحافظوا على رأس المال ويحققوا انتصار كامل وبعدها يرجعوا يتكلموا في الغنيم فإذا استطعنا تحقيق التغيير المنشود بطريقة متدرجة وكليلة الكلفة فهو المطلوب هذا ينقلنا إلى الدرس الخامس والأخير وهو أن الوقوف أمام طموحات الشباب ومطالب الناس يشبه الوقوف أمام السيد مهما حاول النظام وداعموه الاجتماعيين مهما حاول النظام السياسي الفاسد المستبد أن يكف سداً أمام طموحات الشباب ومطالب الناس فإن هذا السد لن يتحمل الضغط وسينهار يوماً ما ما يمكنش توقف أمام أحلام الناس ليه سبب بسيط ما تقدرش توقف لأنه السد اللي بتبنيه السد الذي يصنعه النظام الفاسد لا بد أن يكون سد مغشوش فاسد هش كل شيء مثل كل شيء صنعه النظام الفاسد الاستبداد بطبيعة لا يكثر على صناعة مؤسسات قوية لأن المؤسسات القوية هي تلك التي تستمد قوتها من رضا المجتمع وتقوم على رؤية علمية وهذا ما لا يطيقه الاستبداد الاستبداد لا يهم من رضا المجتمع ولا يلجأ إلى العلم لأنه لو لجأ لمنطقة العلم العلم حي يكون له لا بد أن تحصل على رضا المجتمع لا بد أن يكون مرضي عنك من قبل الشعب من قبل الأمة والاستبداد لا يرضى بذلك ولذلك يصنع ويشكل دائماً مؤسسات هشة قابلاً للسقوط لا جيش لا دولة لا مجتمع كله يصبح هش بقيت كلمة أخيرة من المناسبة كولها هنا موجهة لتلك الفئة من الثوار بين كوسين النادمين فئة هناك فئة من رجال الثورة وشبابها بدأوا يعلنون ندمهم على المشاركة في إسقاط النظام على نظام علي صالح قائلين على طريقة بعض أجدادنا رعى الله أيام الإمام مواكب ظلوا عندنا بعد الجمهورية كثير من الشايبات يقول لك رعى الله أيام الإمام في الحقيقة لا أريد أن أدين هذه الفئة لأني أدرك دوافعها أدرك أنها تفكر بعقل عاطفي لا بعقل علم وهم المنتجات عاصر علي عبدالله صالح أدرك أن الذي يدف الماء ليس كالذي يدف النار كثير من هؤلاء يعاني الأمرين بعد الثورة المضادة والحقيقة الحقيقة تحتاج إلى هدوء حتى تعرف التفكير العاطفي الشعبوي لا يستطيع أن يخبرك عن الحقيقة ولذلك فإن المؤرخين الذين سيؤرخون فيما بعد لهذه اللحظة سيكون كلام مختلف عن كثير مما يقوله عامة الناس وأشباههم المثقفون أو من المثقفين المؤرخون الباحثون المحققون سيلاحظون أن الثورة في اليمن كانت حتمية مثل ما كانت في مصر وغيرها وسوريا وغيرها لأن النظام العربي وصل إلى طريق مسدود وفشلا فشلا ذريعا في حل مشاكل الشعوب التي يحكمها وفي تحقيق مطالبها ولو لم تكن الثورة في 2011 كانت ستقوم بعد ذلك في ظروف لا نعرفها النظام العربي كان كانت دخل في أزمة خانقة أنتجت ملفات خطيرة دخل غرفة العنالة المركزة كلا بد ما ينتهي أنتج هذا النظام البائس ملفات وأزمات منها ملف الأكليات الدينية ملف الطوائف المذهبية ملف الإرهاب ملف البطالة ملف الفساد المالي والإداري إلى آخره وكانت هذه الملفات كفيرة بتفجير الوضع في أي وقت ولعل من رحمة الله بنا بأنها جاءت على شكل ثورة مبكرة في 2011 بدلا من أن تأتي في شكل حروب أهلية طاحنة في سنوات أخرى قادمة لا نعرف كيف كانت كيف كان شكلها أو في شكل تدخل خارجي يشتاح الجميع لقد كانت خطيئة العرب الأساسية هي أنهم رحلوا مشكلاتهم وتركوها تتراكم مشكلات من من السبعينيات بالراكمها لـ 2011 لو أن اليمنيين مثلا حاولوا حل مشاكلهم في نهاية التسعينيات لكان خيرا له كل تأجيل للمشكلات الاجتماعية والسياسية يجعلها تتفاكم وتنفجر بصورة أكثر سوءا فيما بعد العراق مثلا لم تكن فيه ثورة شعبية الجماعة اللي بيقولوا إحنا نمرنا الوطن بالثورة العراق لم تكن فيه ثورة شعبية ومع ذلك تحول إلى بلد من القرون الوسطى انتهى بعد أن كان منارة علمية وقوة عسكرية لماذا؟ لماذا؟ على المثقف أن يتساءل لماذا أصبح العراق بلداً فاشلاً بعد أن كان بلداً قوية؟ اللي ما حيموتش بالسيف حيموت بغيره الجواب هو الاستبداد الذي أسقط نظام صدام حسين ليس الأمريكان فما كان باستطاعة الأمريكان أن يسقطوه لو كان وراه شعب متحد سقط نظام صدام حسين لأنه كان مستبد لأنه عجز عن إقناع الأمة العراقية بوجوده لأنه عجز عن حل المشكلة الطائفية والمشكلة العرقية في العراق لم يكن لديه إلا وصفة واحدة لحل المشاكل ما أرد أشي يسويها هي وصفة الديمقراطية والمجتمع الديمقراطي في دولة تكتظ بالطوائف والأكليات والعرقيات ما فيش معك غير حل الديمقراطية إذا ما سويت حل الديمقراطية ستنتهي سيسقط نظامك ويسقط المجتمع لأنه نظام مستبد ولأنه نظام مستبد تسبب في سقوط العراق برمته الاستبداد هو مشكلتنا إذا ما قامت شثورة هيجي لك تدخل خارجي تحت ذريعة الاستبداد الاستبداد هيوفر ذراعه للتدخل الخارجي إذن القضية ليست قضية الثورة هنا وهناك القضية فشل في النظام الحاكمة العربية كان لابد أن ينتهيب انفجار في المجتمعات العربية وهذا ما حدث ولعله أهول مما كان مقدرا حدوثه في المستقبل بعد تأجيل الحل هذه الصورة واضحة واللي ما يشتهاش واضحة هو حر إلى هنا تنتهي حلقة اليوم نركاكم في الأسبوع القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر